تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وقد تمكنت الوزارة من ضبط 412 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 75 طن وأما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط ما يقرب من 54 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط ما يقرب من 22 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسير من السعر الرسمي للسلع الغذائية وأما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 610 قضايا من بينها 134 قضية خبز ناقص الوزن 47 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم أيضا ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 28.5 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي